السلام عليكم يا شباب النهاردة في محاضرات الهندسة البيئية أو Environmental Engineering هناخد الجزء الثاني من موضوع Mass Balance اللي كنا اتكلمنا عليه في المحاضرة السابقة وكمراجعة بسيطة على المحاضرة السابقة كنا قولنا عندنا فيه نوعين يقلنا conservative pollutants أو non-conservative pollutants المحاضرة المحاضرة اللي هي ما بتتأثر مع الزمن يعني ما بحصلهاش يعني اما اكي اضيف البولوتن دوت على اي بيئة او اي ما بيتغيرش يفضل الconcentration بتاعه ثابت لانه ما بيحصلوش عكس الكلام دوت بالزد اللي هو يبقى اكيد دي بيحصلوش ايه وكمان ممكن يحصلوش وكمان ممكن فكنا قولنا ان الموضوع بالانس دوتك كنا بنختصره في او الجنرال فورم بتاعتها ان انا عندي اي وبيساول وبيساول ساول بديم 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 ببيقولنا انا عملنا 3 حالات او 3 كيس هندرسه في الموضوع دوت وكننا عرفنا حتة الستدي والانستدي اللي هو التغير مع الوقت ده في حالة الانستدي فلو والانستدي اللي هو اللي انا بشوف بعد ما اتغير بعد فترة زمنية طويلة شوية بشوف الكنزنتريشن حصله يبانا هنا انا بدرس التغير مع الوقت لكن في الكيس التاني في البلوتانت بدرس هل هو كونسيروتف ولا نون كونسيروتف طيب فكان الثلاثة كيكسز اللي عندنا ان انا بدرس الستدي مع الكنسيروتف بلوتانت يعني بحط كونسيروتف بلوتانت اللي هو ملوث محافظ ويبشوف الستدي بتاعه يعني بعد فترة طويلة من الزمن بشوف الكنسيروتريشن ايه اللي حصل فيه طيب الحالة التانية ان انا بشوف لو ضفت نون كونسيروتف بلوتانت اللي هي بتغير مع الوقت مثلا مش عايز ادرس تغير مع الوقت انا عايز اشوف في الستدي ستدي يعني بعد فترة طويلة من الزمن الكنسيروتريشن اللي هيطلع مني اخر حالة اللي هندرسها النهاردة باستفادة اللي هو لو انا حطيت النون كونسيروتف بلوتانت اللي هو البلوتانت او الملوث اللي بتغير مع الوقت وكمان عايز ادرس الانستدي انا عايز ادرس بقى المرة دي تغيره مع الوقت عايز اشوف مع التايمز المختلفة الكنسيروتريشن بتاعي في الكنترول فوليوم عمال بيتغير ازاي طيب ده كان الكيس الاولاني وكنا قلنا الفورم بتاعتها ان انا بدل ما كانت الانبوت هتساوي الانبوت زائد الديكي ريت زائد الاكيوميليشن قلنا في حالة الستدي ستيت والكنسيروتف بلوتانت انا بشطب على الديكي وبشطب على الانبوت فبيتبقى لي بس فورمة بسيطة لهو الانبوت ريت بتساوي الانبوت ريت وساعتها كنت بقول ان انا اي كيو مضروبة في السي بتاعتها هتساوي الكيو اللي خارجه في السي الجديدة فكان على سبيل المسال هنا كان عندي ستريم يعني مجرمائي وفلوتاني جايب لي ويست كل واحد ليه الكيو والسي اس بتاعتهم والسوري والكنسيطرات بتاعها فكنت بضربهم في بعض وبقول ان اللي خارجه هو عبارة عن الكيو متشار في السي وكان معظم المسائل كانت دايما بتسألني على السي اللي خارجه من الفوليوم بتاع نتيجة اختلاط التو ستريمز دولت التنانية ده كان اول حالة عندنا اللي هو التو ستريم وكان نديني البعادات بتاعته لكيو والس وهنا كان عندي ستريم تاني جايب ويست طبعا اتلاقي الكنسيطرات اعلى لها كيو وكننا بتقول ان الكيو اللي خارجه هنا كان عايز يعرف لحالة اللي ستريم وفي حالة انه هو قلي ان الكنسيطرات الكنسيطراتائي الجايل ده بردو كل واحدة لها C وهنا كان للمسال بس مختلف شوية لانا كان عندي قيمة وقلنا من المحفوظات ان اي concentration بتاع قيمة ودي تعتبر من الحاجات الاوت يعني انا بعتبرها ان انا عندي concentration بتاعها بزير وهنا بردو كان اعايز ال C اللي خارجة و ال Q اللي خارجة طيب الحالة التانية ان انا عايز ادرس لو حطيت يعني ملوس غير محافظ يعني بتغير مع الوقت بس انا عايز ادرس الحالة الايه الحالة ال steady state بس حتى قلنا القانون بتاعنا بيبقى input rate بتساوي output rate بس هنا هيظهر حتة ال decay rate ال decay rate ده كان بيساوي ايه بيساوي ال key في ال v في ال c تمام ال key ده بنسميه reaction rate وكان دوت الوحدة بتاعته دايما ايه time minus 1 يعني day minus 1 minute minus 1 اي حاجة وطبعا ده ال c لخارجه وده control volume بتاعي وهيتبقى برده ال input rate ده رقم حاجة ثابتة كل key داخله في ال c بتاعتها وال output اللي هو برده ال key اللي خارجه وال c بتاعتها ايه ايه كنا خدنا المسال دوت كان عندي stream ومديني ال q c بتاعتها وكان بيقولك ان انا عندي مصفوط صرف لها ال q c وكان مديني البيانات بتاعته الليه او control volume بتاعي ان انا ال volume كان بكذا وال decay rate او ال key يعني بتاعتي بكذا نتو شايفين هنا point 2 وكان طالب الحاجات الخارجه يعني عايز و ال c فمرضو كان تعويض مباشر دولة كلهو دي كانت مراجعة بسيطة على الحالتين اللي ايه درسناه قبل كده الحلاوه بقى او الجمال يعني في جزء الثالث ايه بقى الحالة الثالثة الحالة الثالثة لو انا عايز قضيل non consultative pollutant يعني بيضغير مع الوقت وكمان انا مش عايز ادرس بقى steady state بس لا ده عايز ادرس un steady state يعني من ساعة ما دخلت بيضغير ازاي ال concentration مع الوقت يبقى هو ده اللي انا عايز ادرسه وانا عايز ال concentration change use time ودايما هتلاقي كلمة او دايما كلمة sudden دي لازم تلاقيها في المسألة sudden change يعني تغير مفاكل الحاجات اللي انا عايز بس اعرفها هنا بس يمكن المترجم المترجم بتاعي ساعد بيسميه S اللي هي يعني Qn في Cn بتاعتي ساعد بيسميها الاس يعني وخارج بردو كيو سيهو وهنا بقى هيحصل ايه كان في الاستيدي كان بيبقى عندي ديكاي بس لكن في الاستيدي بيظهر حتة الاكيوميليشن معايا يبقى الاكيوميليشن كلها بقى اصبحت كاملة بعد يبقى الانبوت ريت هتساوي الاوتوت ريت زائد الديكاي ريت زائد هنا الاكيوميليشن ريت هتلاقي انا عايز بقى الاكيوميليشن ريت دوت هو ده اللي عايز اشوف الاكيوميليشن ده لا اللي هو التغير مع الطائم شوف بقى المعدة دي اللي عايزين نحفظها اماره عن ايه التغير الكنسنتريشن مع الوقت بتساوي سي نود نائس سي إنفينيتي ناقس كولم ده بقى مضروفة ايه ناقس كي زائد كيو علي بي مضروفة تي زائد سي إنفينيتي وانت نشوف الترك اول حاجة هذا تعارض لتغير الكنسنتريشن مع الوقت انا كده كده انا خلي كده انا بادرس ايه خلي معلك انا انا مدرس انستيتي طالما تدرس انستيتي يمكن لازم يظهر عملية الوقت مع ايه فانت هنا بتدرس تغير الكنسنتريشن مع الوقت سي نود ده ايه ده الانشال كونسنتريشن يعني انا اول ما ضفت الملوز بتاعي كان الكونسنتريشن كام اصلا ده سي نود طيب السي انفينيتي اه السي انفينيتي دي انا ممكن اعرفها شوية ده ايه بعمل السي انفينيتي دي يعني مع الوقت اللي هو ما لا نهاية الكونسنتريشن هينصل لايه و ادى لك القانون بتاعها القانون ده هتلاقي ان انت عارفوها وهتزبيتولك ان انت حاجة عارفها بكده قالك ايه السي انفينيتي دي بتساوي اس على كيو زائد الكي في الفي هنشوف هتلوقتي ان القانون ده انت عارفوه مش محتاج تحفظه للمحتاج تحفظه هو بس القانون ده طيب طبعا ال اي ده الاسبونيشن العادي مرفوع قص كي ده الديكي ريت الكيو دي الكيو اوت على الفي في الوقت اللي انت عايز تشوفه مش انت هنا قلنا هندرس التغير الكونسنتريشن مع الوقت فانت هنا لازم يظهر علامة الطايم زائد الكيو زائد الكيو انفينيتي طيب طيب لو جينا شوفناها بالجراف هتلاقي ان هو انا عندك كان هنا الكيو نوت بتاعتي التده يطلع مثلا على المثال دوت الكونسنتريشن عمال ايه عمال يزيد مع الطايم بيوصل لمرحله هيمشي بقى خلاص خط سابت. امت الخط السابت ده لما توصل ان التصفيه سي تي اصبحت ايه تساوي سي انفينيتي جميل جده يعني انا هيفضل يحصل فيه تغير مع الطايم التصفيشن بتاعها هيفضل يتغير مع الطايم لغاية موقت معين وهيوصل سي انفينيتي طيب كنت قلت لك ان السي انفينيتي اللي هو بتساوي اس على كيو زائد الكي في الجي ده حاجة انتوا عارفينيه ارجع لي خطوة الوراء لو انا عايز ادرس steady وهو يعني ايه يعني ايه C infinity يعني خلاص وصلت لمرحلة steady ان الconcentration ما بتغيرش مع ال non-conservative صح؟ كان ايه القانون؟ كان القانون بتاعي ان انا عندي input rate QnCm بتساوي Qout Cout زائد K في V Cout صح ولا غلط؟ طيب في حالة steady يعني هو ايه؟ هو C دوت السي اللي هتخرج بعد ايه؟ بعد فترة طويلة من الزمن اللي هي بقى سماع هنا ايه؟ C infinity طيب خلينا نشوف كيف انا عندي QnCm بتساوي لو خد Cout دي command factor اعمل مشترك يبقى عبارة عن AQout زائد K في V حد عندي مشكلة هنا الـ QnCm هو هنا مسميها S أصلا عادي يعني هو خد بس عشان عايز يختصر يعني الـ فهسمى ان الـ QnCm عبارة عن S كيف اشوف لكده Cout هنا تساوي ايه؟ هتساوي S تساوي Qout زائد مين زائد K في V القانون ده اللي انت اصلا خلاص انت واخده قبل كده انت بس مقرر حطتلي Cout في حتة اللي هي سماها دلوقتي C infinity بقت ايه؟ بقت هو القانون اللي كان كتب هنا طيب بيبقى ايه الجديد عندنا؟ الجديد عندنا ان احفظ بس القانون بتاع تغير الـ C مع الـ Time طيب معلش كده حاجة بس بسيطة قبل ما نروح للـ اللي جاي بعد انت خدت بالك هنا تغير الـ C مع الـ Time وعمله هنا ايه؟ عمله بيزيد لغاية درجة معينة وبعد كده يوقف طب هو انا دايما اما اجي احط الـ Concentration لازم الـ Concentration بتاعها هيزيد مع الـ Time طب هسألك سؤال تاني ما ينفعش لو انا باجت برضو علاقة بين الـ Concentration و Time يبقى شكله عامل كده؟ هيقول هنا ان انا عايز اوصل برضو هنا لـ C infinity بتاعتي ويبتدي بـ C note ام تحصل الكلام ده؟ لو انا كنت حاطف ملوث فكر معي لو انا كنت حاطف ملوث ووصل خلاص بقى عندي وروح تشايل فجأة الملوث ده يبا ساعتها ايه لا هيحصل؟ لا هيحصل ان انا بيحصل لـ Dk او بيحصل ان انا عندي الملوث بتاعي يقل يبا هو نفس القانون بالضبط مع اختلاف ايه؟ ان انا بيتنافس معي الـ Concentration مع الوقت يبا كان ساعتها الـ C note دي قد اعلى حاجة والـ C infinity دي اقل حاجة يبا اذا القانون ده اقدر اطبقه في حالة لو الـ Concentration بيزيد مع الـ Time او حتى الـ Concentration بيقل برضو مع الـ Time دعنا نبص على مسأله المسائل من النوعية دي دايما فكرتها بسيطة وانت على طول بتعرف انت هتطبق اهل قانون لو قالك انا في الـ Concentration يبا خلاص قانون هننساه لو قالك الـ Concentration هتتعي كلمة الـ K بتاعتك خلاص يبا انت اكيد عرفت ان ده Concentration اللي هو الـ Reaction Rate او الـ Decay Rate بس بيقولك يا درسالة في حالة الـ Steady غير كده الـ Un Steady دايما هتلاقي كلمة ايه هتلاقي كلمة Southern Decrease أو Increase أو كلمة اي حاجة طيب هنا بيقولك أصد الـ Decrease in pollutant discharge into the lake consider 10 مليون متر مكعب يعني حصل تغير مفاجئ في pollutant discharge انه هو في البحيرة بتاعتي اللي كان الـ Volume بتاعها كده 10 مليون متر مكعب الـ Concentration كان كام كان 3.5 الموجود يعني ذلك كان يتجد أن يكون مضيحة 3.5 ملي جراماً بلتر المضيحة لا تتحرك شكراً عن هالي صراحة مع الهالي المضيحة التي تتحركها بها إذا كانت تحرك المضيحة 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 لا تتحرك وإن تحقيق المضيحة يتحرك أن تتحرك يتحرك حالة المضيحة غير محتملة وكان في هذه الحالة يريد أن يحول مصار المضيحة المضيحة وكان عنده مصورة صرف بيرميها على المضيحة لأن الحالة المضيحة غير مقبولة فهيضطر أن يغير المضيحة 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 عشان كده حصل تغير مفاجئة pass ليس في دüyor التفرير comenz يقرح مازالة تخطر الوظم او اللهر بتاعي او الترعب بتاعتي اللي وصله للليك ومديها الكيوب بتاعته والconcentration بتاعها كان بهذا الرقم Assume complete mixing condition find the concentration of pollution in the lake one week شوف هنا طالما قالك ايه ده لك طايم يبقى على طول عرفت ان انت في ايه فقام steady One week out of the diversion and find the new steady state نشوف نفكر في المقلقة دي ازاي اول حاجه هو قالك ان اللي كان الconcentration بتاعها كان 3 ونصف وده السينوت بتاعي ال volume كان مديه لك ال k كان مديه لك ال q اللي كان الدخل ال stream بتاعك كان مديه لك بخمسة متر مقعب ثانية بس انت خلي بالك هو كان بيقولك ادرس لي بعد سبعة دايه صح فايب انت عارف او طول ان انت هتخلي ال time بتاعك بالايام عشان كده هو بس حول الخمسة متر مقعب ثانية ضربها في 3624 يبقى انا حولتها كده كده كان ب43.2.10.4 متر مقعب بر ايه بر دي هو كان عايز يحول مثل من الثانية بر دي فده طبعا رقم هيكبر فعشان كده ضربت في 24 في 60 في 60 طيب الاس بتاعتي اللي هي يعني الانبوت بتاعي هقالك هو عبارة عن ال QS في CS كان ال Q خلاص انا حسبتها بالمتر مقعب تر دي و كان مديلك الكنسنترات بتاعها اعرفت اضربهم في بعض وطلعت الرقم بتاعي تلاتة واربعين 2.2.10.8 ميلي جرام بير ليدر جميل طيب اه هدا بنوحد اليونتز بيش فيها مشكلة طيب السي انفينيتي السي انفينيتي السي انفينيتي القانون الامتة يقل لحافظه او تعرف تثبته زي ما اثبتناه طالما انفينيتي يعني دي حالة استيدي عبارة عن S على Q زائد الكي في ال V ضرب الأرقام بتاعته وطلع ان عندك سي انفينيتي هتوصل كام 1.8 يعني ايه يعني الليج دي اخر حاجة هتوصل لها ان انا هتبقى الكنسنترات بتاعها كام 1.8 طيب لو عايز ادرس بقى تغيرها مع الوقت من اول ما سيب اول ما شلت السورس بتاع اللي هو مصورة الصرف بتاعك خلاص يبقى انا عرفت انها هتوصل لكام 1.8 عايز اشوف بقى مع الوقت هتشتغل ازاي فعوض بالقانون بتاع بعد ايه تغير الكنسنترات مع الوقت هتساوي السي تي هتساوي السي نود ناقص السي انفينيتي إيقص ناقص كزاد الكوع على الفي مضروبة في السي انفينتي خلاص احنا حسبناها ما عنديش فيها مشكلة السي نود انا عرفها ب 3.5 وانهوت الوقت سيبقى 7 حطيت كل حاجة مع توحيد اليونيس سيطلع ان السي بعد 7 ايام سيكون 2.1 ميلي جرام بير لطيب لو انت عايز ترسم العلاقة ما بين الكنسنترات الوقت يعني مجرد ان كنت بتعوض في نفس اللي هي الالسي تي ديت بس بتعوض التي بقى مرة بواحد باثنين بثلاثة باربعة طبعا لغايتنا يوصل لعالة الاستيدي هتشوف هنا ادي كنت عملت التي غيرتها مع مجرد ارقام حطتها وربعة وجبت كل مرة التي بتاعتك القانون هو هو انا عندي السي نود سابتة بالتلاتة ونص والسي انفينيتي برقم ثابت اللي هو 1.8 مجرد بس طبعا الـ 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 كله ثابت ايه الحاجة الوحيدة للتتغير الحاجة الوحيدة للتتغير هو بس فرح رسم العلاقة بتاعتك وهتلاقي ان هي وصلت لهذا الشكل لو مشيت هنا معاك كذا كذا طبعا دي ايه بعد السبع تيام اللي هو الرقب اللي هنطلع هنا 2.1 طيب 8 يام 10 يام 14 يوم ميشي 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 لغاية بص عندي كم اتلاقي من اول الـ 26 فيما تحت تقريبا الرقم ايه اصبح واحد عندك ما معنى كده ان هو ده كان الرقم الـ c انفنتي بتاعتي او الرقم اللي هو السابت بتاعك تمام؟ يبا دي عملية ايه ان انا شلت كونسنترشن فعشان كده كونسنترشن بتاعك عمال ييل المثال ده كنا خلناه في المحاضرة اللي فاتت كنت بقول ان انا عندي اوضة الفوليوم بتاعها 500 متر مكعب فيها 50 سموكر يعني فيها 50 واحد مدخن كل واحد بيدخن في الساعة ايه سجارتين كل واحد بيدخن سجارتين السجارة الواحدة بتطلع 1.4 ميلي جرام من الكونسنترشن اللي هو الفورمال ده هايد والكيه بتاعته بكزا 0.4 ميلي جرام الفريش اير اللي داخل ده بألف متر مكعب في الساعة وهو هو نفس الخارج بس طبعا هتلاقي انسيه بقى اصبحت مختلف انه طبعا اختلط بالدخن بتاع السجارة الكونسنترشن بتاع السجار وكان بيقولك استميت الستيدي ستيت كونسنترشن الفورمال ده هايد بتاع السجارة بتاع السجارة فهنا هو دي كانت طبعا واضحة قوي انها كانت استيدي استيدي ان هنا مجابلكش اي سيرة تغير مع الوقت او صاد او اي حاجة معنان كونسنترشن لانه هو ادى لك الكيه عندي الانبوت سوف تنقل الانبوت اضغط لانبوت الانبوت الانبوت هو كمية الهواء الداخل هو كمية الهواء الداخل كانت 1000 m³ ولكن في الساعة 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 كانت بصفر ليس الهواء الداخل غير ملوث عشان كده طار زائد 50 سموكر في الساعة باشرابه سيبرتين في الهواء فما تضرب الكلام ده هيتطلع لك ان الانبود تضرب الهواء الداخل غير ملوث وهو تقوم بساعة الساعة الساعة بشكل ملوث جميل أم ما الذي خارجه؟ كمية الهواء الخارج كانت 1000 انا اسف هنا طبعا 1000 m³ في الساعة 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 والدكاء هو عبارة عن كيف الساعة الساعة يعني لو رصيت الكلام دوت هتلاقي ان الحاجة الوحيدة من أصاق هي الساعة الساعة وكانت طلقها ب 0.117 m³ مكعب لغاية هنا الكلام ده خدناه في المخادرة الفاتت وما كانش فيه مشكلة ازاي اطبق نفس اسألة بقى بس بيقولك ايه؟ بس بيشكل ايه؟ في المخادرات المصدرات المصدراتي لبقى بس بيشكل ايه؟ يعني طبق لي فاقر لي الوحيدة بعد ساعة واحدة من دخول فاولما قالك صادم لي وعايز بوقتي ما انت خلاص احبت ان انت بتحل بس بيشكل ايه؟ فالفريش إير اللي داخل ده كان ألف متر مكعب فالكيكات عندي مفيش فيها مشكلة الاس اللي هي إيه عبارة عن الكيو في السي لو الكيو في السي قلنا الكريش إير مضروبة في السي بتاعتها بصفر فراحة زائد السموكرز هنا هو تقال لك إب بعد ساعة يعني خمسين برضو في كل واحد يدخن اثنين في الوان بوين فور هتدي لك مية واربعين ميلي جرام برضو فالكيكات حسنا لما دخلوا كان السي بتاعتها بكامل السي اللي جوه الغرفة بكامل أول ما دخل هو خلبي لك انا بيقول لك ايه؟ شوفها لي بعد ساعة يبقى إذا؟ السي اللي أول ما دخلوا عند الساعة 5 اللي هو بيقولك عند الساعة 5 في إيام كان الكونسنترشن اللي جوه الرومت بصفر ما كانش فيه حد بيدخم أصلا فكان اذا الكونسنترشن بصفر بيقولك هتلي السي بعد ساعة طيب الـ C infinity يقل إلا تعوض أو قانون بتاعها الـ S على الـ Q في الـ V أو هي هي اللي أنت أصلاً حسبتها من المسألة اللي فاتت اللي هي إيه؟ آخر concentration أو الـ concentration اللي هيطلع نتيجة المدخنين دولت فهيطلع هو هو نفس الكلام .117 ميلي جرام بر متر مكعم لو عايز تعوض هنا هوة الـ S اللي هي الـ Q في الـ C اللي هو قلنا عبارة عن المدخنين بتاعنا الـ 140 ميلي جرام بر أور على الـ Q اللي خارجها اللي هي الـ 1000 متر مكعمة بر أور في الـ K.4 في الـ 500 هيتطلع لك الـ A الـ 117 ده الـ infinity ما عنديش مشكلة طيب الـ Ct عبارة عن إيه؟ Cnode-C infinity EoS-K زائد Q على الـ VVT زائد الـ C infinity طيب الـ Cnode عندي بصفر الـ C infinity خلاص جبتها هعوض الـ EoS الـ Q عندي الـ Q عندي الـ V عندي Tnode بكام؟ هتبقى هنا بساعة زائد 0.17 عبارة C infinity يبقى عرفت أن الـ C بعد ساعة كان 0.106 ميلي جرام بر متر مكعمة يبقى الكلام ده الساعة كان ستة مساء يبقى إذن الـ C تحولت من صفر بعد ساعة بعد كام 0.106 طيب وهي الـ C infinity هتوصل لكام 0.177 يبقى إذن هيكت محتاجة أكتر من ساعة عشان توصل للـ A infinity بتاعي الأخر حاجة هنا بس بسأل سؤال بقولك لتعلم نفس المسألة الكالكوليت الـ C concentration after نصف ساعة of the suddenly leaving of the smokers from the room after reaching the steady state يعني شوف لي الـ concentration بعدما الناس دي مشت بعدما وصل الـ concentration اللي هو steady state طيب هو أنا عندي القانون أنا عارفه ما فيش في مشكلة اللي هو الـ C T خلاص حفظنا بقى أفتح C 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 كل مشكلة ايه ايه انا خلاص دي هتبقى بالنص الكيو اللي خارجة والفي عندي والكيو عندي اللي هميني السي نوت بكام والسي انفينيتي بكام فكر بقى لما كان وصل للستيدي ستيت والناس دي هتخرج وعايز اشوف بعد انا عندي التي هنا دي بالبوينت فايف مفيش مشكلة السي نوت بقى ساعة ما خرجه كان الكونسنترشن بكام ساعة ما خرجه بعد ما وصل للستيدي ستيت تمام يبدأ البداية بتاعتي بوينت واحد واحد سبعة تول سي انفينيتي بعد ما يخرجه بعشرات الساعات اما يوصل خلاص الكونسنترشن عندي بستيدي كان هيبقى بكام كان هيبقى بصفر حتى لو انت عايز تحلها من غير ما اتفكر هو السي انفينيتي اصلا كان بتساوي ايه الاس الكيو زائد الكي في الفي صح الاس كانت ايه عبارة عن الكيو في السي اللي جوه اللي جوه انا عندي الفريش اير مضروبة في السي بصفر والسموكرز قصة مش موجودين فهيبدأ ايه برضو بصفر اذا كان عندي السي انفينيتي لازم تبقى بصفر والسي نوت هنا هتبقى بالفوينت واحد واحد سبعة اقدر عوض واجيب السي تي بعد نص ساعة من ايه رحيل الايه المدخنى اه ماشي شباب اتمنى تكون المسائل واضحة والمس بالانس اوضح لكم بالثلاث حالات المختلفة وان شاء الله اشوفكم في المحاضرة القادمة السلام عليكم